اجتماعات أمنية حكومية علاقية أمريكية مغلقة في بغداد لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية بين بغداد وواشنطن هناك سعي حثيث من قبل الطرفين بإتمام عقد مؤتمرات وللقاءة ثانوية على قل تقدير اللجان مع اللقاءة أولا اللجنة العسكرية العلية ثم اللجان ثلاثية شكلت بين الطرفين لمعرفة حاجة وتقييم العراق لبقاء تلك القوات ومدى جهوزية القوات المسلحة العراقية تلك الاجتماعات لم تذهب بمخرجات واضحة للعراقيين الذين لا يعلمون عنها شيئا سوى عنوانها لذا يعتبرنا الأمر بأنه شرعانة للوجود العسكري الأمريكي في العراق أي اتفاق ويأمريكا يعني ما يخدم العراق بصراحة يخدم الساسر الأمريكيين يخدم الانتقابات الأمريكية لكن كشعب العراق ما يخدم الشعب العراقي ولم يكشف الجانب العراقي حتى الآن عن تفاصيل ما جرى بحثه في هذه اللقاءات الجديدة ومصير المفاوضات بين الجانبين يتساءل جميع في العراق عن طبيعة ما يجري في تلك اللقاءات خصوصا وأنها بعيدة عن عين البرلمان وهل أن المفاوضة العراقي فرض أم فرض عليه مسألة التواجد الأمريكي في البلاد محمد فاضل الغد بغداد